وصفة لصبغة الشعر باللون الأشقر مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة والتي أرادنا أن نوضح خلطة لصبغة الشعر باللون الأشقر أعزائي الأمر سهلا نوعا فبالتالي نوعا ما نحتاج إلى بعض الوقت حتى الحصول عليه أولا عليك بمزج كأسين من مصحوق الحناء مع ثلاثة معالق من الكركم وكأسا من الماء وبعد ذلك نقوم بمزج تلك المكونات وترك المزيج على الشعر لمدة ثلاثة ساعات ثم نقوم بتطبيقه على الشعر لمدة أربع ساعات وبعد ذلك نقوم بغسله بشكل جيد بعد مرور هذه الفترة المذكورة وإلى اللقاء